الابن روح الكدس رحنا مين كل سنة وم طيبين وبركة وشفاعة وصلاة العذرة تكون مع الجميع واشكر الاباء على الدعوة الدائمة في كل في كل الصوم العذرة بركة كبيرة أنا أكون معاكم النهاردة زي ما بنا مخايل قال الكلمة اسمها النصر للحق وليس للقوة الغاشمة العنوان ده من سفر الأمثال إلى صحة الأربعة وعشرين كلنا عارفين سفر الأمثال هو سفر خبرات في حياة شخص الشخص ده ربنا باركه بالحكمة الإلهية الحكمة السماوية في بداية حياته ومع الحياة ومع الخبرات ومع اللي شايفه في الحياة الحكمة دي بقت يعني ضابل للحكمة فابتدى يكتب سفر الحكمة سفر الأمثال سفر الجامعة وكل ما الواحد يقرف سفر الأمثال كل ما الواحد يتعلم في حياته في خبرات يومية في الحياة النصر للحق وليس للقوة الغاشمة يعني النصر للحق وليس للقوة الغاشمة يعني إيه الحق ويعني القوة الغاشمة؟ الحق اللي هو إيه؟ الحق اللي هو ما فيش حاجة تتغير فيه الحق السابت إيه الحق السابت الوحيد اللي في حياتنا؟ المسيح الحياة مع المسيح الجوة الغاشمة هي الحياة البعيدة عن المسيح الحياة خارج نطاق المسيح طب هنا السؤال هل النصرة لللي بيعيش مع المسيح؟ ولا النصرة لللي بيعيش بعيدة عن المسيح؟ ويعني إيه الشخص بيعيش مع المسيح؟ ويعني إيه الشخص بيعيش بعيدة عن المسيح؟ بقى معناها هل النصرة للخير؟ ولا النصرة للشر؟ هل النصرة للحكمة الالهية ولا النصرة للحكمة النفسانية الأرضية الشهوانية التي ذكرت في يهوزة ساعات كتير قوي في حياتنا بيبقى قدامنا اختيارين يقيم نمشي صح يقيم نمشي غلط يقيم نمشي وناخد وصية المسيح ونعيشها في حياتنا يقيم نخسر ونبعد عن وصية المسيح وما نمشيش فيها ونمشي مع الشيطان ايه الصح ايه الطريق الصح في ناس كتير قوي فكرت في الموضوع ده هل كتاب المقدس عارفين ان كتاب مقدس مليان وعود وعود ربنا ادهالنا للشخص اللي يمشي معه اللي يمشي بوسيته اللي يختار ان هو يكتسب الحكمة الالهية ويعيش مع ربنا ويمشي في جو كل شر وفي نفس الوقت وإحنا وإحنا بنحاول كلنا بنحاول نمشي صح ونمشي كويس ونمشي مع ربنا ونمشي تابع الانجيل ونمشي تابع الوصية في نفس الوقت ده بنلاقي ان قوة الشر ساعات بتبقى قوية جدا ساعات احنا بنلاقي نفسنا ان احنا لما بنمشي صح بنلاقي ان الناس اللي مشوا غلط سبقونا كتير قوي صح ولا غلط الناس اللي اختاروا الغش والخداع نجحوا ووصلوا لأعلى المستويات الناس اللي اختاروا الخطيئة واللي اختاروا انهم يكونوا اشرار والاختاروا انهم يمشوا في الطريق البيض عن الوصية احسن بكتير قوي في حالهم عشان كده سليمان الحكيم في الاسحاح ده بيبتدي بآية حلوة خالص بيقول ايه لا تحسد اهل الشر ولا تشتهي ان تكون معهم لان قلبهم يلهج بالاختصاب وشفاهاهم تتكلم بالمشقة وفي نفس الاسح برضو اصح الامس في الامس 24 يقول ايه لا تغر من الاشرار ولا تحسد الاثمة لانه لا يكون ثواب الاشرار وصراج الاثمة ينطفق هنا سليمان بفكرنا بحاجة حلوة خالص بيقول لنا ايه بيقول لنا الشخص اللي ماشي صح وشايف ان الاشرار بينجحوا اوعى اوعى تفتكر في يوم ان علشان نجحوا النجاح اللي انت شايفه ده هو ده الطريق الصح او لما تشوف شخص وصل لأعلى مرتبة بالطريق الغلط ان هو ده الصح هل سليمان الحكيم هو ده الوحيد اللي وصل للكلمة دي او اللي سأل السؤال ده او اللي بتدى يسأل نفسه هو ليه الاشرار بينجحوا وليه احنا ساعات ما بننجحش هو ليه الاشرار نجحهم قوي جدا ساعات ساعات بيبقى الامع جدا وفي نفس الوقت اللي ساعات بيمش مع ربنا بيختاروا ان هما طريق ربنا بيختاروا الوصية بيختاروا انهم ما اشغلوش يوم الاجازة اللي هي يوم الحد بيكون داخلهم مش كبير قوي ما بيكونوش ما بيكونوش لمعين قوي مين اللي في كتاب مقدس اللي كان عندهم نفس المشكلة زي حد يفتكر في كتاب مقدس تذكر كتير قوي عن ان انا ممكن ابص على الشرير واقول يا بخته ده وصل وصل حلو خالص لو ممكن ابص على واحد وصل لمرتبة عليها وفكر يا ريتني كنت مكانا ساعات الشر وساعات الطرق الغلط بتبقى لمعة جدا تخلي العين تبقى نفسها تشوف ونفسها تجرب في قدسين على فكرة سألوا السؤال ده وفي قدسين عادوا يفكروا في موضوع ده ليه ليه ولاد ربنا ساعات كتير ما بيكونوش نجحين وليه الاشرار كتير قوي بينجحوا ده مشوا بس ده ربنا ما بيعقبهمش بعد النجاح اللي هو النجاح اللي فيه خداع في القديس ارمية النبي ارمية النبي في الصحر 12 يقول ايه لصحر 12 الاية الاولينية يقول بيسأل ربنا وبيقوله من الاخر كده انا رب لو انت فعلا انا مش بحبك يعني حبك كويه انا كنت خاصمتك ليه يا ارمية بيقوله ابرن انت يا رب من ان اخاصمك انت ابرن انا ما ينفعش خاصمك صعب اقول انا خاصمك بس للأسف الضغط علي جديد في حاجة كتير قوي مش فاهمها حاجات كتير قوي في الكون اللي احنا عايشينه وفي العالم اللي احنا عايشينه عبارة عن كويشن مارك لينا ليه يا رب ليه بتسمح بكده ليه بتخلي كده يحصل فيقولي ابرن انت يا رب من ان اخاصمك لكن اكلمك من جهة احكامك لماذا يا رب تنجح طريق الاشرار اطمقن كل الغادرين غادرا ليه يا رب ليه بتسمح بكده ليه بتسمح بشخص انه هو يبقى ماشي كويس وبيحاول على قد ما يقدر وفي نفس الوقت مفوش نجاح او بيتعرض لمشاكل ساعة كتير قوي كلنا كلنا وانا اقول لكم لو انا مثلا مع ربنا وعايش مع ربنا وبحاول اصلي وبحاول احنا الوقت ديس اسأل نفسي سؤال هو ليه بتعرض للمشاكل دي كلها صح ولا غلط كتير من انا بنحس كده ليه يا رب ليه انا بتعرض لكل المشاكل دي وفي نفس الوقت اشوف واحد بعيد كل البعد عن ربنا ومش حاسس انه هو بتعرض اي حاجة او الحاجات اللي بتعرض لها يعني هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط وهل الشخص اللي بينجح بالشر او بالحكمة اللي هي المزيفة او الخداع اللي احنا بنسميه او او المكر اللي احنا بنسميه هل الشخص ده فعلا نجاحه قدام ربنا النجاح صح ولا غلط داود النبي داود النبي في مزمور 37 يقول ايه لا تغر من الاشرار ولا تحت عمال الاثن الموضوع ده كان واضح كان كان اتذكر في كتاب مقدس كتير جدا كتير جدا فاسفار العهد القديم والجديد لان الموضوع ده ربنا بيحاول يوضح لنا نقطة اوعى تخلي الشكل المظهري الشكل العام العربية الحلوة ولا الحياة المريحة هي دي اللي تخليك تفتكر ان الشخص ده ماشي في طريق الصحيح اوعى تفتكر كده فيقولي لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاثن فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العجب الاغدر يزبلون السؤال دلوقتي عندنا ليه انا امشي في طريق الحق وفي نفس الوقت طب انا لو مشيت في طريق الشر مش هنجح بسرعة في حبة نقطة كده يحب ياريت نحطهم في دماغنا ونفتكرهم كل ما جاء تحارب بالحرب دي ليه يا رب الشخص اللي ناجح وانا مش ناجح ليه يا رب الشخص ده ما بيمرش بمشاكل مع انه شخص شرير مع انه شخص بعيد عنك مع انه شخص مش بيمشي ورا وصياك وسامح ان انا امشي في طريق ده اول حاجة ياريت نفتكر زي ما زي ما داود النبي قال داود النبي قال ايه داود النبي بنجاح الاشرار زي ايه زي العشب العشب بيحصل في ايه بيكبر ويكبر بسرعة بسرعة ويكبر وبشكله جميل قوي بس في يوم وليلا بيحصل في ايه بيتحرق بيزبل بيجف فهل هو دا النجاح اللي انا عايزه هل هو دا النجاح اللي انا نفسي اكون فيه هل هو دا الحق اللي ربنا فعلا بيقول لي عليه هل دا الحق الطريق الحق اللي هو بيوصل للابدية زي ما اتفقنا طريق الحق هو الطريق اللي انا بامشي فيه واخره هو حق برضو سيدة مسيحة لايه انا هو الطريق للحق والطريق للحق لايه ايه الحياة الابدية انا هو الطريق والحق والحياة انا هو الطريق الحق اللي هيوصلني فين بالحياة الابدية هل الشر الشرير او أو طريق الشر، أو الحكمة النفسانية التي قلنا عليها، أو أننا أزيف في حاجة، أو أننا أخدع في حاجة، أو أننا أعمل حاجة غلط. هل هذا هو الطريق الحق الذي هو صلحها بدية، ولا لا؟ ساعات كثيرة في حياتنا، نرى الناس تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، وفي نفس الوقت تختفي بسرعة. في نفس الوقت، ناس كثيرة تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، ويظهروا أن هم حلوين خالص، لكن من جمهة هم إيه؟ زي الكبور المبيضة، من بره شكلهم حلوة خالص، لكن من جوة عبارة عن إيه؟ عظام، ريحة كريهة. في أول نقطة نفكرها إيه؟ نجاح الأشرار أو النجاح الشخص الذي يبقى بعيد عن ربنا، هو نجاح سريع قوي، لكن ما بيقعدش كثير، عشان كده برضو في السفر بتاع أمثال 24 يقول ليه؟ لأن بلياتهم تكون بغتاً هو من يعلم بلاءهما كليهما، يعني فيجي في وقت بسرعة كده، ونجاح الأشخاص اللي إحنا شايفين إن إحنا نفسنا نكون زيهم، النجاح ده بيختفي. الحاجة الثانية أنا عاوزي نفتكرها، يعني إيه؟ نجاح في الحياة، يعني إيه نجاح؟ يعني إيه؟ تحقيق هدف، يعني إيه الشخص يحقق حاجة في حياته؟ هل النجاح ده هو بس إن أنا أعيش كويس مدياً؟ وللنجاح ده إن أنا أوصل لحقيقة بدياً؟ هل النجاح ده معناه إن أنا أتمتع بالعالم؟ وللنجاح ده معناه إن أنا أتمتع بربنا؟ يعني إيه؟ إن أنا أكون عندي حكمة إلهية، وأبعد عن الحكمة النفسانية. سليمان الحكيم لما جاء، لما جاء عرف الحكمة قال إيه؟ رأس الحكمة، مخافة ربنا، يعني إيه مخافة ربنا؟ يعني إن أنا أكون حكيم، يعني إن أنا أحس إن ربنا هواء في قدامي. إن أنا حكيم، إن أنا أحس إن ربنا معايا في كل خطوة بعملها. إن أنا حكيم إن أنا قبل ما أعمل الحاجة أفكر مئة مرة إن ربنا شايفني وربنا عارف أنا أعمل إيه إن أنا حكيم إن أنا أرجع لوسيطة ربنا وأشوف ربنا بيقول لي إيه هي دي الحكمة هي دي الحكمة فدي أول حاجة هو إيه المعنى الحقيقي للنجاح لو أنا شفت شخص من شره نجح هل ده كده كويس هل ده أنا فرحان بي هل أنا فرحان إن الشخص ده حقق كتير قوي 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 بس حياته الروحية وحياته مع ربنا وحياته مع أولاده بيزة خالص هل لما شوف ابني وبنتي بيحبوا ربنا وبيخاف ربنا هل ده نجاح ولا مش نجاح هل لو شفت مراتي وأهل بيتي بيحبوا ربنا بيحبوا يروح الكنيسة ويحبوا كتاب المقدس هل ده نجاح ولا مش نجاح يا ريت لما نيجي نسل بعضنا كده السؤال ده يعني إيه كلمة النجاح هل أنا أنجح في الشر ولا أنا أنجح في الطريق مع ربنا الحاجة التالتة لازم نفكرها يا ريت نصبر للنهاية يا ريت نصبر للنهاية يا ريت نشوف النهاية كتاب المقدس يقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم دايما نحن نبص على بداية الحكاية وبداية القصة وأول القصة لكن عمنا نبص على نهاية القصة في ناس كتير قوي 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 يبتدوا بشكلهم حلوة خالص بس للأسف انتهوا نهاية مش كويسة في ناس كتير قوي 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 يبتدوا وحش خالص وانتهوا نهاية حلوة خالص لو أنا كشخص شفت يوسف صديق وهو بتعذب وبتأمل وبتألم وبشوف كل اللي شافه هفكر إزاي هقولي اللي بيعيش مع ربنا يعني للأسف عمل كل حاجة حاول يعمل كل حاجة صح حاول يمشي مع الحق حاول يمشي مع الحكمة حاول يطبق كلمة ربنا كان عنده مخافة ربنا لكن من المنظر اللي أنا شفته إيه اللي حصل منظر محزن يوسف صديق في السجن والفترة طويلة وما حدش بيسمع له وكان عنده أمل حتى الأمل ده راح لكن بعد كده إيه اللي حصل إيه نهاية الحكاية يوسف صديدة بقي حاجة تانية خالص في ناس كتير قوي 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 في بداية الحياة مختلفين عن نهاية الحياة ياريت لما أشوف حاجة زي كده دايما نفتكر استنى لغاية النهاية لأن نهاية الشخص أو نهاية الحدث هو ده الحاجة اللي بتفرق البداية ما بتفرقش خالص الحاجة اللي بعد كده عاوزين نفكر فيها و دايما نفتكرها ربنا لما جاء وعدنا وعدنا بالحياة لأبي داية بس في نفس الوقت قال لنا إيه؟ قال لنا الطريق اللي إحنا ماشيين فيه هيكون طريق دايق شفاية دايق فأنت عندك اختيارين يتختار الباب الدايق اللي هتمشي فيه يتختار الباب الواسع قوي اللي أغلب الناس ماشي فيه والباب الواسع دا لو أنت عاوز يمشي فيه اعمل اللي أنت عايزه غش خادع اسرق اعمل اللي أنت عايزه خلي الشر هو يكون القائد بتاعك خلي الشيطان هو اللي يقودك لكن للأسف الباب الواسع قوي دا نهايته ما بتكونش لأبي داية بس لو أنت اخترت لو أنت اخترت الباب الدايق دا اللي هو الحق اللي هو النجاح الحقيقي اللي هو الحكمة الإلهية اللي هو الحياة مع ربنا آخر الموضوع يكون ايه؟ الحياة الأبدية ساعات كتير قوي أن احنا نفسنا في الحياة الأبدية بس في نفس الوقت نفسنا أن احنا ما نتعذبش أو ما نتعبش أو نستريح في الأبدية وبرضو نستريح على الأرض المسيح عمر ما وعد بالأبدية عمر ما وعد بالحياة الأرضية ان احنا نتمتع بالحياة الارضية. المسيحة في العالم هيكون ضيق. لكن انا بوعدكم ان انا هكون معاكم. ساعة كتير قوي. ساعة كتير قوي برضو. السؤال اللي احنا بنترحه. طيب ما في ناس بتعيش زي ما بتعيش. وربنا ما بيشيلش منهم حاجة. ده بالعكس بيزيدوا. وبيزيدوا باكتر. والغاية حياتهم ما بنشوفش اي اكش من ربنا. ليه? في لؤة الستاشر. في لؤة الستاشر. تعرفوا لؤة الستاشر دقيقة تذكر في ايه? مثل ايه? مثل الغني والعاذر. مثل الغني والعاذر. الغني والعاذر زي ما احنا عارفين القصة كلها. الغني كان راجل بيزيد غناء. وكان مكتوب هنا كان يتناعم بالحياة. كان يتناعم بالحياة. ما كانش عنده مشكلة. لكن ما كانش يحب يرمي الاكل حتى يرمي الاكل للعاذر. في نفس الوقت العاذر كان متبهدل. ما شافش يوم حلو. استنينا ان النهاية تتغير انها ما تغيرتش. العاذر مات هو العازر. والغني مات ولسه غني. ولسه الخيارات عنده. لكن نلاقي نشوف الحوار اللي حصل. الحوار اللي حصل بين الغني وابراهيم. يقوله ايه? زي ما زي ما انتم عارفين هو والطلب ان احد ينزله ويبل الشافتيه. ويبعث الاخوات اللي في الارض ان هو ينبههم. لكن ابراهيم يقوله ايه? فقال ابراهيم يا ابني. انك اذكر انك استوفيت خيراتك. اذكر انك استوفيت خيراتك. في حياتك. وكذلك العاذر البلاية. والان هو يتعزى وانت تتعزب. هو يتعزى وانت تتعزب. معناه ايه? معناه ان الشخص ده انبسط جدا في حياته الارضية. وكان كل مكافأة بتاعته الحياة الارضية بس. وخلاص. العاذر ما شافش يوم حلو على الارض. هل هل اخد اي تعزيه على الارض? ما نلاقاش. لكن اللي ان التعزيه فين? في السماء. ساعات كتير قوي. في ربنا بيسمح بطرق ناس تمشي في الشر. لكن اخرتهم ايه? ان هما بعد ما تمتعوا بالحياة الارضية اللي حصل في الحياة الابدية فقدوها. والشخص اللي تعب قوي في الحياة الارضية اللي حصل له. يتمتع بالحياة الابدية. الغني يتعزب. والعاذر يتعزى. هل انا ممكن احب اسمع الكلمة. انت خلاص استوفيت خيراتك. عملت حاجات بسيطة كده على الارض حلوة. بس انت تمتعت على الارض. مشيت بالطريقة اللي انت عايزه. ممشيتش بوصايا. ممشيتش بالحكمة الالهية. اعتقد احنا كلنا كلنا مبسوطين ان احنا نتعب على الارض. بس في الاخر. ناخد المكافأة الابدية. عشكادي نلاقي في قدسين كثير جدا. احنا نسأل نفسنا كده في قدسين لغاية ما تنيحوا. كانوا مظلومين صح. من القدسات اللي هم تظلموا في حياتهم. قدوهم ان هم عملوا خطيئة. خطيئة زنة. وهم اصلا كانوا بنات. قدسة مارينة. قدسة مارينة. يعني احنا احنا لو رأينا قصتها. ايه اللي عملته. ايه اللي عملته. هي اخذت هذا الصليب وشالته واحتملت. وقالت ما دم انت رب سمحت. انا مبسوطا ان انا اشيله. بس اخذ لابدين. وفعلا لغاية اخر يوم ما تنيحت. ايه اللي حصل? هل ظهر مثل مرة وحلم. فيه كسس تانية. قدس مكاريوس وكذا. فيه كسس تانية ان ربنا اظهر الحقيقة في النص. ماشي? لكن في قصة زي كدسة مارينة. ما اظهر الحقيقة في النص. الظلم ماشي لغاية ما انتهت حياتها. طب لي يا رب. ليه? الابدية والمجد اللي اخدته اكبر بكتير قوي من السنوات اللي تعبد فيها والظلمة. بكرة بإذن ربنا بنحتفل بايه? عيد ايه? عيد تجلي. عيد تجلي. ماشي? عيد تجلي اللي حصل ببساطة يعني. المسيح اظهر. لحظات. لحظات. من مجده. بس. بس. بوترو سعقوبة حانا اطلعوا معي. معرفين المعاناة في حياتهم. وكل شافوه. وانهم بيتحركوا مع مع سيدة مسيح. واد راحوا اتبهدلوا وراحوا ولفوا وعملوا كل حاجة. اول ما طلعوا. وشافوا اللحظة دي بس. لحظة من المجد. لحظة من المجد. قالوا احنا مش عايزين اي حاجة على الارض خلاص. اللي حصل قبل كده مش مشكلة. احنا بس نفسينا نتمتع بالمجد الابدي. ساعات كتير احنا من من مشغوليتنا في الارض. دايما بنبص على الناس. ونبص على النجاحات. ونبص على. ان الناس اللي ماشي مع الشيطان او اللي بوعد عن ربنا وبينجحوا. نحس ان هم يبختهم. بس احنا لو فعلا فكرنا. في المجد اللي احنا مستنينه. وفي انا كشخص. ان انا اعيش مع ربنا في الارض. هقول ايه. معك لا اريد اشياء على الارض. مش مش عايز حاجة. ولا عايز نجاح ارضي. ولا عايز فلوس. ولا عايز كل الحاجات دي كلها. قديس بولس الرسول. كان ناجح جدا. بس قال ايه. احسب كل حاجة. كل اللي انا شايفه ده. هو ما هو الى النفاية. بعد ما دوقت ربنا. انا مش عايز حاجة اكتر من كده. تلاميذ لما شافوا المسيح. بس لحظات على التجلي. وحسوا بالمجد. وحسوا بالارتياح والسلام والفرح والحاجات دي كلها. اندد ان هما ايه. مبسوطين هما عملوا ايه. مبسوطين ان هما يشيلوا كل حاجة. مبسوطين ان هما يتعذبوا ويتعبوا. لانه هما داقوا المجد اللي هما هيعيشوه بعد كده. فالمرور ده مهمة خالص. مهمة خالص. الغني والعذر ده من اكتر القصص. اللي متعيبة فعلا تحسن هو انا اي فيل سوري. انا صعبان علي او العذر. بس في نهاية القصة. ساعة الواحد بيسعب الى الغني. في الاخر. بعد ما انت عايش لك الخمسين ستين سنة. وانبساط فيما عملت فيما انت عايز. فقدت الكول الابدية. فقدت كول الحياة الابدية. في نقطتين كده افكركم بهم. ايه ارادة ربنا للناس. ايه ارادة ربية لنا كلنا. ان احنا نخلص صح? الله يريد ان الجميع يخلصون. هو ارادة بعد الصليب ارادة ربنا ان احنا نخلص. بس. قوة الصليب ومفعول الصليب بالنسبة لنا. ان احنا نخلص. فربنا عايز يعمل اي حاجة عشان نخلص. فلما نشوف ان ربنا بيطول اناته على الناس. ويدي فرص وفرص وفرص. وفرص. ما نستغربش. في سفر الرؤية لصح السادس. سفر الرؤية لصح السادس. يقول ايه? لما بيفتحوا الاختام. لما فتح الختم الخامس رأيته تحت المسبح. نفوس مين? الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة. كلهم كانوا بيصرخوا. الناس دي كلها كانت بتصرخ. بتقولوا يا رب ايه? احنا عايزين ايه بزبط. حتى مات ايها سيد القدوس والحق. انت الاله الحق. العادل. ليه? لا تقضي ولا تنتقم لدماغنا من الساكنين على الارض. ليه? ليه واخد الوقت ده كله? ليه مستني ومنتظر? ليه صابر كل ده? مش عاوز ساخد بحقنا ليه? وما اخدوش اجابة. ما اخدوش اجابة. لكن كل الطلب منهم ايه? ان هما يصبروا. يصبروا. ربنا عايز ان الجميع يخلصون. ربنا بيدي فرص كتير للناس. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضاء. وقيل لهم. ان يستريحوا زمانا يسيرا. حتى يكمل العبيد رفقائهم واخوتهم ايضا العديدون ان يقتلوا منهم. كل اللي اخدوه تعزية. خدوا البسوا اللباس الابيض ده وتمتعوا بي. بس معلش. ان ليه فيه خراف كتير قوي قوي قوي. عايزة ترجع. ومستني ان هي ترجع. مش عاوز تقول عليكم. فيه اخر حاجة عاوزة افكركم بيها. في واحد كتب مزمور. المزمور ده. مزمور تلاتة وسبعين. مزمور تلاتة وسبعين. هقرأ منكم جزء كده معاكم. ونشوف الشخص ده. بعد ما كان على طول بيهاجم ربنا. ويقول له ازاي يحصل الكلام ده. ازاي تسمح للاشرار كده. ابتدى يرجع على نفسه. ويفكر نفسه بحاجات معينة وانتهى بتزبيح ربنا. شخص اسمه اساف. اساف هو كتب عشر مزامير حوالي عشر مزامير في سفر المزامير. واولهما هو مزمور تلاتة وسبعين. يقول له ايه? مزمور تلاتة وسبعين. يقول له اما صالح الله لاسرائيل انقاء القلب. اما انا فكادت تذل قدماي. لو لقليل لزلقت خطواتي. لزلقت خطواتي. يقولي يعني انا لو انا حاسنة كنت هقع. هقع في ايه? هقع في ايدانة ربنا. لاني غيرته من المتكبرين. لاني غيرته من المتكبرين. از رأيته سلامة الاشرار. يعني شايف الاشرار عندهم سلام. ده بالعكس ده كمان لانه ليس في موتهم شدائد وجسمهم سمين. يعني ايه? مريحين كده. مريحين. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. ده الاشرار. لانا متوقع انه النار تيجي وتحرقهم. لكن ربنا ما سمعش بالحاجات دي. الناس دي عايش حياتها. كويسين. ده مش كده وبس. لذلك تقلدوا الكبرياء لبثوا كثوب ظلمهم. لابسين السوق بتاعهم ظلم. وكان عندهم كبرياء. جحضت عيونهم من الشحم. جادوا تصورات القلوب. يعني يعني الكبرياء وصل لدرجة علي قوي. يسهزئون يتكلمون بالشر ظلما. ومن الغلايا يتكلمون. ده درجة انهم وصلوا ايه? انهم بلاسفيمي. جعلوا افوام في السماء. والسنتهم تتمشى في الارض. لذلك يرجع شعبه الى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا كيف يعلم الله? وهل عند العلي معرفة? الدرجة هذه? شايفين الناس وصلت ايه? هوذا هؤلاء هم الاشرار ومسريحين في الظهر يكثرون ثروة. حقا قد دجيت قلبي باطلا وغتلت بالنقاوة يدي. وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. لو قلت احد احد هكذا لغدرت بحب بجبل بنيك. فلما قصدت معرفة هذا اذا هو تعب في عينيه. مش قادر مش قادر افهم. ليه? مع كده يقول ابقى حتى دخلت مقادس الله. حتى واضح انه شاف رؤية. مقادس الله هو السماء. شاف السماء. وانتبهت الى اخرتهم. حقا في مضالك عالتهم اسقطهم الى الوبار. كيف صار الخراب بغتة كحلم عند التياكوز لانه تمرمر قلبي. وانا بليد ولا اعرف صارت كبهيم عندك. ولكني دائما معك امزادت بيد اليمنى. برأيك تهديني وبعد الى مجد. تأخذني من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. ابتدى ان هو يهجم ربنا. ازاي انت بتسمح بكده. ازاي وصلنا للدرجة دي. بس اول ما شاف رؤية احس او عينيت فتحت على السماء. عينيت فتحت على محبة ربنا. عينيت فتحت على على ان هو ربنا بالنسبة لي ده هو ده شبعي. مش عاد تاني. فانا مليش جعب الحاجات دي كلها. مليش جعب مين يعمل ايه. انا كلية بس ان انا. اتمتع بيك رب. ولا هم من الاشرار. ولا هم من يحصل لهم ايه. ولا هم من ايه اللي حصل لهم. بس هو ساعتها شاف ايه. شاف اخيرتهم. وبعد كده ربنا قاله انا معك. انت الشابع بتاعي. انا اللي هشبعك مش حاد تاني. الموضوع ده محتاجين ان نفكر فيه كتير. وانا اقول لكم. ان النصرى للحق ولا النصرى لقوة الزن. النجاح الحقيقي هو للي ماشي مع ربنا. واللي عايش ما خافت ربنا. واللي بيحاول يطبق كلمة ربنا. ولا الشخص اللي ماشي بالطول. وبالعرض. وبالارتفاع. وبيعمل اللي هو عايزه. هل عشان انا ما شفتش نجاح قوي. ولا نجاح واضح دلوقتي. والاشخاص دي نجحت. نجاح ارضي. نجاح مؤقت. نجاح غير حقيقي. هل ده معناه ان هما نجحوا نجاح حقيقي. لا طبعا. الشخص. الشخص اللي يقرب من ربنا. ويحس بربنا. ويتمتع بربنا. يقدر يجاوب على الأسئلة دي بسهولة. الشخص اللي زي ما بيقوله كده. لكل مر حلو. صعب يخالص نهو يتمتع بربنا. ليه? لانهو بيدور على اي حاجة بره يمتع بيه نفسه. ولو شاف ناس متمتعين بره. يقول طيب يشمع نهو ما بقى. احنا كده. يعني فيها حاجات كتير قوي مش. نفسي شوفها. نفسي حس بيها. نفسي هدقها. بس مش عارف. كل ما الشخص يركز مع ربنا. ويتمتع بربنا. كل ما الشخص يلاقي نفسه. مش محتاج حاجة. ومش هيبص على الشر. والحكمة الالهية تخلينا ويفهم. يفهم يعني ايه النجاح. يفهم يعني ايه ابدية. يفهم يعني ايه العشرة مع ربنا. يفهم ان انا بالنسبالي اكتر بكتير قوي من ان انا انجح نجاح في شر او بعيدة عن ربنا ان انا اخاف ربنا اكتر. وقرب من ربنا اكتر. لان الكل مر حلو. والشخص الشبعين. بيدوس العسل. الشخص الشبعين بربنا. عمره عمره. ما يجي يقول. دولة عمله. ودولة عمله. ودولة عمله. وش معنانا. يريت نركز في نفسنا. نركز في ربنا. نركز في ابديتنا. نركز ايه اللي هيوصلنا للحق. المسيح بيقول انا هو. انا الطريق. الطريق الحق. اللي هيوصلني الابدية. انا هو الطريق. والحق. والحياة. لالهنا المجد امان ابديا. امين.